أنهت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة برئاسة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة جولة ترويجية لها في الصين استمرت عدة أيام وذلك لتستعرض الوجهات السياحية والمشاريع الجديدة في إمارة الشارقة حيث شملت جولة ثلاثة مدن رئيسية وهي بكين وشنغهاي وكوانزو بهدف استقطاب السياح والزوار من الصين إلى الشارقة هذا وشارك في الجولة الترويجية مجموعة توجهات من القطاعين الحكومي والخاص منها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ووكالة مطار الشارقة للسفريات ساتا بالإضافة إلى ممثل عدة فنادق في الإمارة